طبعا خلينا أقول يمكن البعض يقول أنه طب في بعض الربايز اللي ذكروا هذه العبارات الشبيهة نعم ذكرت ولكن ذكرت بشكل سلبي اسمح لي أن أقتبس بعض الاقتباسات هليل اللي كان معروف عنه في مدرسة هليل المتسامح نوعا ما قال هذه العبارة ما تكرهه لنفسك لا تفعله بالآخرين في واحد من الأصفار القانونية الثانية سفر طبيث بيتكلم العجوز لابنه بيعطيه بعض الإرشادات والنصايح ويقول له ما تكرهه أنت لا تفعله لإنسان ما الرابع العازل قال لتكن كرامة صديقك غالية عليك مثل كرامتك أنت تماما في مزمور 15 آية 3 مكتوب من ينزل في مسكن الرب إنه لا يصنع شرا بصاحبه ولا يحمل تعييرا على قريبه طبعا كونفوشيوس طبعا المعلم العظيم اتكلم عن مبدأ التبادل وأقتبس بهذا المبدأ قال ما لا تريده لنفسك لا تصنعه بالآخرين وأيضا أحبائي الرومان واليونان كانوا بيعرفوا عن هذه العبارة وكان يقول هذا التعبير لا تفعل بالآخرين ما لا تريده أن يفعلوه بك لاحظ من خلال كل هذه الأقوال إنها جاءت بالصيغة السلبية لكن قول المسيح اسمع ما قالوا في إنجيل متى إصحاح 5 فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم لأن هذا هو النموس والأنبياء أحبائي قانون المسيح أو شريعة المسيح هي الشريعة الإيجابية طبعا مثل ما ذكرت هذه الاقتباسات وفيه اقتباسات كثيرة من بوذا ومن الهندوس اللي هي شبيهة دايما بتيجي بصغة السلبي لا تفعل ما لا تريد أن يفعل بك الطريقة السلبية يعتبر أمر عادي تعبير بيتطلبوا العرف والنظام في مجتمعاتنا وهذا شيء عادي في المجتمعات الراقية لو خالفوا لاختل النظام وطبعا لابد أنه يسود القتل والظلم والفوضى في كل مكان وهذا الأمر ميسور يعني من السهل لا تفعل فأنا لا أريد أن أفعل لا أريد أن أوزي أي إنسان لكن ليس أمرا دينيا بل أخلاقيا حتى اللي ما عنده عقيدة بيكون مواطن نافع كتير من الأحيان لكن الصورة الإيجابية حب المسيح في خدمة الغير هون بيعلمنا أنه نطلع نخرج عن زواتنا وعندما نخرج عن زواتنا أو بالأحرى عندما نموت عن زواتنا نمتلق بحب المسيح نمتلق في خدمة المسيح خدمة الأعمال الصالحة من الرفق والحنان والأحشاء الداخلية اللي طبعا منوجهها لهذا المجتمع اشتركوا في القناة